اشتركوا في القناة الأمم المتحدة تحذر من تعرض مناطق يمنية عدة للسيول جراء الأمطار الغزيرة جمعتكم مباركة وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار فككاتي الفراق الهندسية تابعة لمشروع مسام ثاني شبكة ألغام خلال أسبوع كانت ميليشيا الحوثي زرعتها في إحدى قرى ريف حيس جنوب الحديدة وقال مشروع مسام إن الفراق الهندسية عثرت على حقل ألغام ثاني كانت ميليشيا الحوثي زرعته في قرية الشعب بني زهيرة غرب مركز مديرية حيس وكذا الفريق أنه تمكن من تفكيك ثمانية ألغام مضادة للدبابات وما زال العمل جار حتى تأمين المنطقة بشكل كامل وكان الفريق الـ 26 تمكن من تفكيك حقل للألغام المضادة للدبابات بعد أن تنقى بلاغا بوجود ألغام كشفتها السيول في ذات المنطقة أخفقت الأمم المتحدة في جامع الأموال التي تحتاجها لعملية نقل أكثر من مليون برميل من النفط من خزان صافر المتهالك قبالة الحديدة وقالت الخارجية البريطانية في بيان أنها تمكنت من جمع قرابة ثمانية ملايين دولار في المؤتمر الذي استضفته مع هولندا عبر الاتصال المرئي الخميس لتغطية فجوة تمويل خطة الأمم المتحدة لتفادي كارثة ناقلة النفط صافر وأضف البيان أن وزير شؤون التنمية أندرو ميتشيل أعلن في المؤتمر مساهمة المملكة المتحدة بمبلغ إضافي قدره 2.5 مليون جنيه السرليني حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراع الفاوة من خطر تعرض مناطق في عدد من المحافظات للسيول جراء أمطار غزيرة خلال الأسبوع القادم مع إمكانية تأثر قرابة عشرة ألاف شخص بالسيول المصاحبة لها وقالت المنظمة في نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية التي أصدرتها الخميس أنه يتوقع تقص أكثر الشدة واستمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة وتعرض أجزاء عديدة من البلاد لخطر التعرض للسيول جراء أمطار قياسية في الأسبوع المقبل وأضفت أن العديد من المناطق ستكون عرضة لمخاطر عالية بسبب الأمطار الغزيرة والسيول المصاحبة لها خاصة في محافظات الذمار وريمة وإبوال حديدة وحجة وعمران وصعبة هذا وتواجه بلادنا أزمة خطيرة نتيجة شح المياه إن عكست على حياة المواطنين وأوضاعهم الصحية والمعيشية ما زاد من معاناتهم اليومية خاصة مع غلاء صهاريج المياه ووصول سعرها في بعض المناطق إلى أرقام قياسية الحصول على الماء حمل تحمله معك في اليمن منذ نعومة أظافرك وحتى هرامك من أجل الحصول على لترات قليلة من الماء أنت بحاجة إلى الخوض في معترك الوصول إلى صنبور المياه كل يوم أساس الحياة كان سببا في الموت إثر شجار نشب بين امرأتين للظفر بما تبقى في هذا الخزان وتطور الخلاف إلى طعن فتاة بسكين أودت بحياتها أكثر من ثلثي اليمنيين ممن يعيشون في فقر مدقع لا يستطيعون تحمل نفقات المياه الباهظة ما دفع الأطفال والنساء والرجال إلى المساربة بجوار الخزانات الممولة من بعض الوكالات الأممية أو فاعل الخير توقف مشروع المياه في العاصمة صرعاك غيره من الخدمات الأساسية الجاء الكثير إلى جلب الصهاريج أو ما يعرف بالوايتات وإن بلغت قيمتها أرقاما قياسية وهنا تتوسم هذه الطفلة في أن ينالها بعض لترات من هذا الخزان العديد من مشاريع المياه في معظم محافظات الجمهورية توقفت بسبب الحرب وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى رفع قيمة أسعار الوايتات وباتت المياه المتاحة في المساجد أو الخزانات الممولة أمميا أو من فاعل الخير السبيل الوحيد للتمسك بأهم أسباب البقاء على قيد الحياة تقارير دولية تؤكد أن توفير مياه الشرب يعد أكبر المشاكل وأن نحو 20 مليون يمني يعانون من عدم القدرة على الحصول على مياه شرب صالحة ويتقاسم السكان في المدن المعاناة مع القاطنين في الأرياف خصوصا في ظل عدم الاستفادة من مياه الأمطار نتيجة تهدم الكثير من السدود وخزانات تجميع المياه وتركها دون صيانة للاستفادة منها في موسم الأمطار ولتعويض الجفاف الذي يتهدد عددا من المحافظات بما فيها العاصمة صنعاء ملفاتنا مستمرة ونشراتنا أيضا تتابعون بعد الفاصل انفجارات ضخمة واشتباكات وتحليق للطيران في العاصمة السودانية الخرطون طالب بنا الحكومة عن تسعي للإصلاحات القانب الاقتصادي تأمين الغذاء المواطن إصلاح التعليم القانب الصحي تنظر إلى المواطن بعين بنا الرحمة خاصة نحن نعيش متشردين مما يعني تركنا بلادنا وأهلنا وقلنا له هنا نعيش من العذب لمن نلقى حتى شربة الماء ولا لقمة عيش خفى الأسعار ضبط الأمن والاستقرار نريد أمن والاستقرار وإذا وجد الأمن وجد الاستقرار وقميع سعر مكونات الحياة لا تهرمه ولا ماء ولا حجة مثل هذه الحكومة يا رب أن تأتي الحكومة يا عبد المسلمين مثل هذه أهلا بكم سمعت أصوات انفجارات ضخمة في العاصمة السودانية الخرطوم وسط تحليق للطائرات إلى ذلك جدد مبعوث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان السفير دفع الله الحاج التأكيد على أن الهدنة الحالية في السودان إنسانية مشيرا إلى عدم وجود اتفاق أو مفاوضات مع قوات الدعم السريع من جهتها أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان إنه ليس هناك أي طرف قادر على الحسم العسكرية وقالت في بيان أن الحل لابد أن يكون سياسيا وأن الحل الأمثل للأزمة يتمثل بدمج قوات الدعم السريع في الجيش وأشرت في بيانها إلى المبادرة السعودية الأمريكية لها الحضوض الأكبر في النجاح إلى ذلك شدد رئيس الأمريكي جو بايدن على أن المعارك الدائرة منذ أسابيع في السودان يجب أن تنتهي مهددا بعقوبات جديدة بحق الجهات المسؤولة عن إراقة الدماء وقال الرئيس إنه وقع مرسوما يعزز صلاحيات الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على الأفراد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في السودان ويقوضون العملية الانتقالية الديمقراطية ويستخدمون العنف ضد المدنيين ويرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأمر يتعلق بفتح الباب أمام إمكان فرض عقوبات مشيرة إلى أن واشنطن تحتفظ بالتالي بالحق في فعل ذلك في وقت لاحق رفضة تحديد أي جدول زمني لذلك أو إعطاء أي مؤشر بشأن الأشخاص الذين قططا لهم هذه العقوبات وفي الأراضي المحتلة شيعت جماهير غفيرة من الفلسطينيين ثلاثة شهداء قتلوا برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس فيما أصيبت تسعة فلسطينيين برصاص الاحتلال إلى جانب العشرات بحالة اختناق بالغاز السام خلال مواجهات في بلدتي بيت ريمة والنبي صالح شمال غربي رامالله استمراراً لمسلسل التصعيد الإسرائيلي الممنهج لا تزال المواجهات والاقتحامات والاعتقالات مستمرة يوماً تلو الآخر ما يزيد من تأزم الأوضاع في الضفة الغربية بل ينذر بمزيد من التصعيد ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في نابلس برصاص قوة الاحتلال بعد تواغل قوة كبيرة تعدت المائتي جندي إسرائيلي ونحو خمسين آلية مصفحة ووفقاً للرواية الإسرائيلية فإن جيش الاحتلال قام بتصفية اثنين ممن اتهمهم بتنفيذ عملية الأغوار والتي قتل فيها ثلاثة مستوطنات بعد استهدف سيارتهن قرب مفترق الحمر في منطقة غور الأردن شمالي الضفة قبل ثلاثة أسابيع وزارة الصحة الفلسطينية أكدت أن اثنين من الشهداء الثلاثة تشوهت ملامحهما بالكامل جراء كثافة إطلاق النار ما يصعب معه التعرف على هوياتهم هذا بالإضافة لاستشهاد فتاة أخرى تبلغ من العمر ستة وعشرين عاماً جراء إصابتها برصاصة في الصدر أطلقها عليها جنود الاحتلال ليرتفع بذلك شهداء نابلس إلى أربعة فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني بأن عشرة مواطنين آخرين أصيبوا بجراح من الأعيرة النارية التي أطلقتها قوات الاحتلال فضلاً عن تسجيل مائة واثنتين وخمسين حالة اختناق من بينهم طلاب مدارس نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز العملية العسكرية في نابلس والتي رأت الفصائل الفلسطينية أنها ستعزز من تصاعد المقاومة لصفع الاحتلال بشتى الطرق جاءت بعد اعتقال النائب المقدسي المبعد عن القدس أحمد عطون عقب اقتحام منزله في بيت لحم الليلة الماضية وفي النزاع الاوكراني الروسي أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرت قواتها على حين آخرين في بخموت مؤكدة عن مواصلة العمليات الهجومية ضد القوات الاوكرانية غرب المدينة فيما عثرت على ترسانة لمختلف أنواع الأسلحة تعود للقوات الاوكرانية في منجم بالقرب من المدينة التي تدور فيها معارك منذ نحو تسعة أشهر أوضحت الوزارة أن خسائر القوات الاوكرانية على محاور بخموت وكرساني ليمان وجنوب دونيسك وخيريسون بلغت المئات وأشارت لأن وحدة الجيش الروسي دمرت مصودع ذخيرة للواء 66 ميكانيكي اوكراني وبينما تحتدم المعارك في بخموت اتهم مؤسس مجموعة فاغنر يفنغي برجوين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ورئيس الأركان العامة فالري بأنهم وراء النقص الكبير في إمدادات السلاح للمجموعة والذي يصل إلى 70% بحسب وصفه وكان برجوين أعرب قبل يوم عن اعتقاده بأن هجوما مضادا وعدت به القوات الأوكرانية قد بدى بالفعل مضيفا أن قواته تراقب نشاطا متزايدا على طول الجبهة إلى ذلك أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط مسيرة تابعة له فوق كييف الخميس بعدما فقد السيطرة عليها وكانت انفجارات قد دوت لمدة تتراوح بين الخمسة عشر والعشرين دقيقة في كييف التي شهدت الخميس سلسلة هجمات وجاء في بيان لسلاح الجو الأوكراني أن مسيرة جوية من طراز برقدار تي بي 2 خرجت عن السيطرة خلال طلعة روتينية في أجواء كييف وتم تدمير الهدف وأشار البيان إلى أن القوات الجوية ترجح أن يكون خلل تقني قد تسبب بفقدان السيطرة على المسيرة إلى ذلك أكد نائب وزير الخارج الروسي سيرجي ريكابكوف أن العلاقات الروسية الأمريكية على شفى الانزلاق إلى هوية المواجهة المسلحة وأن موسكو تحفظ على هذه العلاقات لمنع سقوطها في الهاوية وقال ريكابكوف أنه نعمل من أجل الإبقاء على العلاقات مع الولايات المتحدة تجنبا لسقوطها في هوية النزاع المسلحة المفتوحة حيث بتنا نقف على شفاء الهوية وأوضى فأيضا نحن بالمعنى الحرفي مستعدون لاستخدام كل الوسائل المتاحة لنا من أجل ضمان عدم السماح لأي جهة بالتعدي على أمن البلاد وسلامة رئيسها والقيادة السياسية الروسية واختتم قائلا أن القنوات موجودة وتجري من خلالها الاتصالات بما في ذلك حسب الضرورة على الصعيد السياسي واتهمت موسكو الخميس واشنطن بإصدار أمر لكييف بشن الهجوم المفترض الذي استادف بطائرتين مسيرتين الكريملين الأربعاء وأحبطته دفاعاتها الجوية ما استطبع رادارا أمريكيا اتهم الجانب الروسي بالكذب بشأن الاعتداء الذي سبق لأوكرانيا أنفت ظلوعها فيه من جانب أكد مسؤون الروسي أن مستويات المياه المرتفعة على نحو قياسي قد تغمر سد رئيسيا في جنوب أوكرانيا وتلحق الضرر بأجزاء من محطة زابروجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا وقال رينات كارتشا مستشار المدير العام لشركة الطاقة النووية الروسية أنه إذا تم تصدع سد نوفا كخوفكا فإن المياه ستغمر خط الكهرباء الواصل إلى محطة الضخي في محطة زابروجيا وأضف أن هذا سيخلق مشاكل فنية لتشغيل المحطة ومخاطر على السلامة النووية وفي نوفمبر الماضي بعد انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا أظهرت صورا الأقمار الصناعية أضرارا كبيرة في السد وبالعودة إلى ملفاتنا المحلية عودة ميناء الحديدة للعمل بشكل طبيعي في ظل الهدنة المعلنة فضح أكاذيب الميليشيا الحوثية باستخدامه سلاحا لابتزاز التجار والمواطنين ورفع الأسعار الغذائية بالرغم من ارتفاع حجم السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة المحملة بالسلع والبضايع منذ بدء الهدنة مقارنة بالفترة التي سبقتها إلا أن الأسعار لم تتغير بل على العكس السمرت بالارتفاع يتفاقم معاناة المواطنين ولا مستفيدة سوى ميليشيات الحوثي التي تضخمت إيرادتها الجمهورية والضريبية خلال الثلاثة الأشهر الأولى من هذا العام بلغ عدد الحاويات التي وصلت إلى ميناء الحديدة 3571 حاوية متنوعة من مواد غذائية وغيرها من السلع السلاكية مقارنة ب2470 حاوية في العام 2022 وبرغم هذا النمو في السلع والبضايع الواصلة إلى مناطق الحوثي إلا أن الأسعار تكوي المواطنين دون اكتراث من الميليشيا طالما فرقها الميدانية تجوب الأسواق لجمع الجبايات والإتاوات مواطنون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية شكوا من استمرار ارتفاع سعار المواد الغذائية والاستهلاكية وتجاوزت أسعار الأرز والسكر الأسعار المعقولة مقارنة بالمناطق المحرة وفارق سعر الدولار اقتصاديون أكدوا أن الارتفاع السعرية في مناطق سيطرة الميليشيا تعود أساسا إلى الحرب الحوثية المتصاعدة على القطاع الخاص وفرض الجبايات القصرية على التجار عبر الفرق الميدانية التي تداهم وتقتحم المحلات التجارية لابتزاز التجار أو عبر نقاط التفتيش المنتشرة من مواني الدخول إلى مخازن التجار وعمدت ميليشيا الحوثية الإرهابية منذ انقلابها في 2014 إلى التضييق على شركات الاستيراد والتجار ورجال العمال وفرض الإتاوات المالية عليهم ضمن حربها على رأس المال الوطني ومسائلها لاحتكار تجارة بيع والسيراد المواد الغذائية في مناطق سيطرتها لصالح متنفذين داخل الجماعة وفي الملف الاقتصادي شركة يامن موبايل الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي تقرسن على 36 مليار ريال سنويا من 5 ملايين مشترك وانكماش اقتصاد روسيا بفعل العقوبات الغربية وارتفاع معدلات التضخم في أوروبا والمعدن الأصفر يتجه لتسجيل أكبر زيادة في أسعاره جولة الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلية حيث كشفت مصادر مطلع قيام شركة يامن موبايل الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بسرقة 20 ريال من رصيد المشتركين بشكل يومي عند الساعة الثاني عشر ليلان أي بمعدل 600 ريال شهريا و7200 ريال سنويا وعكدت المصادر أن إجمال ما تنهب على 5 ملايين مشترك ومتوسط عدد المشتركين يصل إلى 36 مليار ريال سنويا تذهب إلى جوب القيادات والمشرفين الحوثيين إنكماش اقتصاد روسيا خلال ربع الأول من العام الجاري مع استمرار تداعيات العقوبات الغربية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا وقالت وزارة الاقتصاد الروسيا أن ناتج المحلي الإجمال إنكماش بنسبة 22% على أساس سنوية مقابل نموه 3% في نفس الفترة من العام الماضي ويتوقع صندوق نغد الدولي تحقيق اقتصاد روسيا نموا في 2023 على رغم الإعلاني أن تداعيات العزلة العالمية وانخفاض عائدات الطاقة قد تؤدي لإضعاف أفاق النمو الاقتصادي للسنوات المقبلة عاود التضخم إلى الارتفاع في أوروبا في أبريل بعد خمسة أشهر متتالية من التراجع في نبأ سيء يفترض أن يحض البنك المركزي الأوروبي على رفع معدلات الفوائد الرئيسية والمجازفة تاليا بكبح النمو الاقتصادية وعلن مكتب الإحصار الأوروبي يورستات أن ارتفاع سعر الاستهلاك في منطقة اليورو تسارع بشكل كبير ليصل إلى 7% في أبريل بعد أن كان 6.9% في مارس استقالت أسعار الذهاب في الأسواق العالمية لكنها تتجه صوب تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في قرابة شهرين وسجل المعدن النفيس 2048 دولارا و81 سنة للأوقية لكنه صعد بنحو 3% خلال الأسبوع وتعزز الضبابير اقتصادي واسعار الفائدة الأقل الطلب على الذهب الذي لا يدر فائدة لكن توجه مؤشر الدولار نحو تكبت خسارة أسبوعية يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى وأخيرا ترجعت مبيعات مديرنا من اللقاح المضاد لكورونا في الربع الأول من العام الجاري مع ارتفاع بضل التكاليف لكن ولستري توقعت ذلك وفقت مبيعاتها توقعات حيث ترجعت أرباحه من اللقاح سباي فاكس إلى مليار وثمانمائة وثلاثين مليون دولار في الربع الأول من نحو ستة مليارات دولار قبل عام ويتوقع أن تتلاجع مبيعات اللقاحات في الربع الثاني من العام بينما تستخدم الحكومات مخزونها منه شكرا على حسن المطابعة ونردتكم في نشرات إخبارية قادمة في أمانية اشتركوا في القناة